هارجع تاني لنقطة Pyramids المشكلة ببساطة شديدة عشان ما طولش فيها اللعب بتاع Pyramids النهاردة لما هيخسر مباراة ويخسر بطولة هينزل يعمل شوبنج بكرة الصبح في الامارات عادي جدا يعني لو مش قلان حد يقابله فيقول له انت عملت ايه مبارح ده واحد اثنين مفيش حد بيمارس عليه ضغوطات طول الوقت يعني مفيش مين بيمارس ضغوطات عليك لازم تبقى الجمهور مفيش تلاتة تلاتة وده اتمنى انه Pyramids يعدلوا في المستقبل القريب مش لازم الفرقة كلها تبقى نجوم عشان بعض النجوم في Pyramids بيحسوا انه هم اكبر من النادي عشان يعني ايه من الاخر كده انا كلاعب هقول لك ايه يا سيدي انبسط اللي انا بلعب معاك ده انا اللي لعبت في الاهلي والزمالك واحترافت وعملت 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 فاحساس اللاعب من جوه انه اكبر من النادي هيعملك خلل مش بقول ان كل لعيبة بتفكر كده بس اكيد في بعض اللعيبة في Pyramids بتفكر كده فانت لازم عندك تنوع لعيبة اسماء كبيرة مهم طبعا اشتبع عندك فرقة محترمة لعيبة شباب لعيبة متوسطة متوسطة لعمر بس لسه ما عملتش حاجة فيبع عندها طموح كبير لكن انت جايب كل اللعيبة كبار جدا في المواقف اللي زي كده مش هتلاقي اللي بيأكل النجيلة حرفيا مش هتلاقيه مش هتلاقيه إلا واحد بعقلية مثلا عبدالله السعيد ده استثنائي ده استثنائي بس الباقي انا شفت النهاردة مش حاسس بالعارف انت اللي هو الحرقة دي اللي هو انا لازم ده انا هتبهدل لو ما كسبتش البطولة دي من الجمهور مفيش فانت لازم تعوضها بانك تعمل فريق طموح فريق طموحه حقيقي فريق طموح ده يعني اللعيبة طموحة لسه عندها نواقص في البطولات والانجازات فعايزة تحقق حاجة انا بقول كده بصراحة للصالح والله مش جاي النهاردة لوم على فيرامد زي وانتقده او هجمه لأ تاني والف اخدوا بالكم انا مرة اخر الاندهة الخاصة في مصر دي اصرة المسابقة والكورة المصرية وفاديت الكورة المصرية اه انا حب الاندهة كلها تبقى جماهيرية بس بوضع ان دي دي اللي عملت تنفسية محترمة فمن فعش ان نتعامل معاها تولي الوقت اللي هو اي يعني انت دي خاص مش هدعمك ومش هسندك انا روح هدعم الاسماعيلي والمصر والاتحاد ومفيش كلام ده كلهم مهمين لقرة القدم المصر بس البرامدز في رأيي بيشتغلوا منذ سنوات بطريقة مش صحيحة بنسبة 100% مش هقول خطاة ولكن مش صحيحة بنسبة 100% عشان لهم ايجابيات اخرى لازم يعدلوا من هذا الامر لو عايزين فيها ان ياخدوا بطريقة برامدز ببساطة شديدة خسر النهاردة السوبر على وشك الخروج من دورة ابطال افريقيا قبلها خسر النصف نهاية كأس مصر من الزمالك وقبلها السوبر والدوري والكاس يعني تفاصيل كثيرة برامدز كل ما يبقى على وشك انه يكسب وكون فيدرالية كل ما يبقى على وشك يكسب بطولة ما بيعرفش عشان هي الحتة الاخيرة دي تا عندك فريق قوي جدا طبعا متكون بعناصر قوي جدا طبعا بس مش لازم تبقى كل عناصر كلاس ايه عندك ايه وبي وسي افاك ايه فريق في العالم بيتكون كده مش انا معايا فلوس كويسة فقدر اشتري اللي انا عايزه فاجيب كل اللعيبة الحلوة ده مش صح في تكوين فريق